كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة كانت في احتياج لتدبير سيولة نقضية لتوحيد سعر الصرف وأشار إلى أن الدولة كانت تعمل خلال الفترة الماضية من أجل حل أزمة توفير العملة الصعبة الدولة كانت محتاجة أنها تدبر سيولة مالية كبيرة عشان تتعامل مع التراكم المتأخرات اللي كانت موجودة وإن إزاي نضمن من خلال السيولة اللي موجودة نعمل توحيد لسعر الصرف أي اقتصاد في العالم ما ينفعش أنه يشتغل على سعرين للصرف أو سعرين للعملة ولأن للأسف مع طول أمد المشكلة ابتدت تتكون لدينا قناعة كمواطن وكتاجر وكصانع أن الدولار ما أصبحش مجرد وسيلة أننا أدبر بها العملة ده هو نفسه أصبح سلعة ويتم المتجرة بيها وإحنا كنا عارفين أن دي كانت مشكلة كبيرة جدا وكنا شغالين عليها زي ما بقول لحضراتكم النهاردة الحمد لله بالإجراءات اللي تمت من خلال توفير سيولة كبيرة جدا للدولة المصرية من خلال الإجراءات اللي تمت ما بين الحكومة والبنك المركزي أمس وأعلن عنها المحافظ بمنتهى الوضوح في مؤتمر الصحة في أمس الدولة المصرية النهاردة لدينا الإتمئنان والثقة وأنا بكررها لدينا الإتمئنان والثقة لتدبير العملات أو العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة كلها موسيقى